بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله وصل اللهم على خير للبرية واتقاها أما بعد السلام الله عليكم نتابع أحبابي المقطع الثالث والأخيرة من موضوع الزهد في الدنيا وهو قصة تحكي عن حاتمي الأصن حصلت مع أستاذي شقيق البلخي ذكرها الغزالي في الإحياء شقيق هذا أحد علماء أهل السنة والجماعة وحاتم الأصن صاحب المواعد والحكم كان يقال له نقمان هذه الأمة وكل من الرجلين من علماء وزهد السلام سأل شقيق تلميده يوما منذ متى صاحبتني؟ قال التلميد منذ 33 سنة ماذا تعلمت مني طيلة هذه الفتاة؟ رد حاتم تمان مسائل لم أتعلم غيرها ولا أحب أن أكذب إنا لله وإنا إليه رجع ذهب عمري معك ولم تتعلم إلا ثمان مسائل هكما عندك لأسمع رد حاتم نظرت إلى الخلق فرأيت كل واحد منهم يعشق شيئا يجعله محبوبا الذي يحب أولاده والذي يحب زوجته والتي تحب زوجها وتحب أمها والتي تحب النقود وهل مشر لا كلها ذهبا فإذا ذهب إلى القبر فارقه محبوبه ما الذي يبقى معك؟ الحسنات التي قدمتها في حياتي أصولنا صلى الله عليه وسلم قال له جبيل يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه وعيش ما شئت فإنك ميز فجعلت حفو الحسنات هي محبوب في هذه الدنيا أحب الحسنات فإذا دخلت للقبر دخلت معي قال تعالى وما أرتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون سورة القصص الآية السين رد شاقلق وحسنت يا حاتم فما الثانية قال نظرت إلى قول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سورة النازعات الآية تسعوية ثلاثين أوربعين فعلمت أن قوله حق فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله علم حاتم أن النفس الأمارة بالسوء هي البلاء وهي أصعب البلاء فمخالفتها والنفس ومجاهدتها طريق الجنة قال شقيق فما الثالثة قال نظرت إلى الخلق فرأيت أن كل من معه شيء له قيمة حافظه حتى لا يضيع قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صورة النحل الآية استوسعين فكلما وقع في يدي شيء ذو قيمة وجهته لله ليحفظه عنده فكان حاتم لا يكتم علما ولا يبخل بمال ولا بمجهود في سبيل الله ولا يتقاعص عن طاعته فكان اهتمامه بالباقية الآخرة رد عليه أستاذ جزاك الله خيرا يا حاتم والرابعة قال نظرت إلى الخلق فرأيت كل واحد يتباهى بماله وحسبه يونس به ثم نظرت إلى قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم صورة الحجرات الآية 13 فهملت في التقوى حتى أكون عند الله كريمة قال شقيقه الخامسة قال نظرت إلى الخلق يطعن بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا فعلمت أن أصل ذلك كله الحسد قال تعالى أهم يقصمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون سورة الزخر في الآية 31 فتركت الحسد وعدوة الخلق وعلمت أن الذي قسم كائن موجود وعلمت أن القناعة هي أساس الرضا قال شقيق أحسنت فما السادسة قال نظرت إلى الخلق بعضهم يعادي بعضا ويقاتل بعضهم بعضا فنظرت إلى عدو الحقيقي ليس أمي ولا أبي ولا أختي ولا أخي كلا العدو الحقيقي هو الشيطان قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو سورة فاطر الآيست فتركت عداوة الخلق وتفرغت لعداوة الشيطان وأحببت الناس جبيعة قال شقيقه السابعة قال نظرت إلى الخلق فوجدتم يطلبون الكثرة منهم من يدل نفسه في طلب الرزق حتى إنه قد يدخل في ملاحل له ونظرت إلى قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين سورة الآيست كل من على الأرض أرزقهم ربي وأنا من جملة المرزوقين فاستعنت بالله وتركت ما سواه وعلمت أنني من هذه الدواب فاستغلت بما عند الله وتركت مالي عنده قال شقيقه الثامنة قال نظرت إلى الخلق فرأيتم يتوكل بعضهم على بعد هذا على تجارتي وهذا على صنعته وهذا على صحة بدنيه وهذا على مركزيه وهل مجرى ثم نظرت إلى قوله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه سورة طلاق الآية 3 فتركت التوكل على الخلق واشتهدت في التوكل على الله قال شقيق البلغ يا حاسم وفقك الله فإنني نظرت في علوم التوراة والإنجيل والإنجيل والفرقان العظيم فوجدت جميع أنواع الخيرات تدور على هذه الثمانية فمن استعملها فقد استعمل الكتب الأربعة أخي أخيتي كن كذلك التلميذ الذي قال فجعلت الحسنات فجعلت الحسنات محبوبتي فإذا دخلت القبر دخلت معي فالزهد إذن هو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة وحسن التوكل على الله وصدق اليقين به سبحانه هو عين الغناء وأن لا يكون المال فتنة أن ينشغل المرء به فينسى الآخرة إن القنعة كنز لا يفنى نعم المال الصالح للعبد الصالح أعانى صاحبه على طاعة الله فليس للمسلم أن يضيق على نفسه ويظن أن هذا من الزهد أو أنه يقربه إلى الله فمن أخذ المال من حله وأنفقه في الحلال فهو مأزور ما لم يخرج إلى حد الإصراف والترف فهلة وجودنا في الدنيا العمل الصالح بعد توحيد الله فحذاري ثم حذاري أن يحملك حب الدنيا على المعصية فتنصرف عن أداء فريدة أو دعوة أو عن أي شيء يضر ويغر فتحول بينك وبين الجنة اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه شهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه اللهم اغفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك والحمد لله رب العالمين أغفني بحلالك عن حرامك